في بقى بلد او جزيرة اسمها جزيرة جزيرة ساموة ساموة دي جزيرة بعيدة جدا موجودة في الكاريبين في جزيرة ساموة جنوب المحيط الهادي انا كتبع عليها اهي عملت قانون غريب جدا بيعاقب الزوك اللي ينسى عيد ميلاد مراته ده لو انت هي متعشمة فيك طبعا ده انت جزها وعيد ميلادها تقوم تنساه مفيش طرطة مفيش عقد اللولي مفيش اي حاجة حلوة طب بلوزة طب حاجة ساموة مفيش اوكي مفيش دي طب خد العقوبة ايه العقوبة في الجزيرة دي خمس سنين سجن اه والله ده القانون بتاعهم والجزيرة موجودة واللي عاوز يروح يشوف واللي يجيبها على جوجل عم جوجل على رأي حماد المصل قالك عم عشم مات طيب خلينا بقى نخش في الموضوع بتاع لو انت او لو انت بتنسى الموضوع ان هو نسى عيد ميلاد مراته لو بتنسى كتير قوي بص تعمل ايه بص دي بص دي بص الحركة دي شوف لو بتنسى ايه التمارين اللي انا مسلا بعملها اللي هي تمرين العضلات الموخ ده في هنا هو ازداكرة ازاي انا اعلم نفسي وزبط العضلة دي وقويها مسلا وانت طالع سلالم انا بحب بطلع السلالم ما ليش في الاسنسيرات يمكن دلوقت عشان حكاية الرجبة دي برضو بطلع السلالم وزك شوية بس الحمد لله بقت شطر ايه الموضوع بقى الموضوع ان انت وانت طالع السلالم اعد كم سلمة انا بعدوه وبعدين لما اخش البيت اخش كده اه انا طلعت كم سلمة اه اه ياه تلاتة اتنين وتلاتين سلمة تلاتين تلاتين سلمة تلاتين سلمة واسكت قريد كتاب ايه اللي لفت نظري في كتاب زي ما بقول لمثلا يوسف اكتب ايه اللي لفت نظرك عشان احطه كده حاجات صغنانة على اليوتيوب اقول اه اكتر حاجة حبتها في الكتاب ده موضوع كذا 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 الحكمة بتاعت كذا كذا ميش عارف ايه وبتنفعني في الشغلي ويبقى عندي هنا الذاكرة يعني محترمة أثق فيها فممكن قوي كمان أن أنت تعمل ملف أو تعمل نوتا عن نوتا النوتا دي مهمة جدا إيه هو حد يستغنى عن النوتا والورقة والقلم اكتب كل حاجة أنا كنت زمان زمان قوي كنت بعمل إيه بجيب أظرف واكتب عليها مثلا أجزار المكوجين البنزين الإيجار قال مش عارف إيه قال كولونيا خلاص وحط في كل حاجة فيها الميزانية بتاعتي ولما الجزار ميزانيته تخلص ما خدش من الميزانية للمكوجين تعرفوا تعملوا ده عملوا وبعدين بحط جنب راسي نوتا وقلم أصحى جالي فكرة أو جالي حاجة أو إيها قبل ما نسها فبك ساعات أصحى لقيت نوتا الخط اللي أنا كتبا نزلت تحت يشرب من البحر لكن المهم إن أنا قريته فدي حاجة كويسة فالنوتا دي وتحط فيها كمان أنت يا حبيبتي اللي بتشوفيني وتسمعيني حطي فيها كل الأرقام بتاعت أهلك حتى أختك حتى أخوك حتى جوزك لأن من كتر ما إحنا يعني حملنا قوي على الموبايل فممكن الموبايل يضيع ممكن يقع في الميا ممكن يتسرق أنا لا كده أنا مرة حصلي الحكاية دي معرفتش أشوف مثلا نمرت أختي عشان فيها شوط حاجات كده فتعلمت ده والكلام ده متعلمة من سنة ألفين وواحد كده يعني أول ما اخترعوها فالنوتا دي مهمة أوي أوي